عايز اتكلم بس في نقطتين قبل ما تكلم على ماتش النهار نقطة الاولى يمكن انا نوهت الستوديو اللي فات ان من مخاطر ملعب وفاق ستيف اللي هو الترتان ولكن الحمد لله رب العالمين لكان في بعض المحاولات ولو انهم من بداية من دور المجموعات الاتحاد الافريقي كان مش موافق على ملعب وفاق ستيف نفسه اللي هو الترتان النجيل الصناعي وكان بيلعب ماتشات وفاق ستيف في ملعب تاني خالص اللي هو 5 يوليا وده نجيل طبيعي وده صالح النادي الاهلي كان في بعض المحاولات ان فاق ستيف يلعب على ارضه مرة اخرى مباراة النادي الاهلي بعض المحاولات الضعيفة يعني ولكن الاتحاد الافريقي ما ازنهمش بكده لان الملعب غير مطابق المواصفات نجيلة بتاعته قديمة جدا وما تجددتش من فترة فمباراة الاهلي واستيف الجزاري هتلعب على نجيل طبيعي ان شاء الله في ملعب 5 يوليا فباذن الله باذن الله نادي الاهلي يوفق في المباراة اللي هنا وان شاء الله باذن الله يوفق فيه مباراة العودة ويتأهل للدور النهاي ويجيب لنا البطولة رقم 11 في تاريخه ان شاء الله والثالثة على التوالي ويحطم ارقامه القياسية